وكان الرئيس سيسي قد عقد جلسة مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء الهندي نارين دار مودي حيث أعرب الرئيس سيسي عن تقديره للدعوة التي تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال احتفالات الهند بعيد يوم الجمهورية مبديا اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في المجالات كافة واستمرار التنطيق والتشاور السياسي بين البلدين هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات التنائية على مختلف الأصعدة فضلا عن مناقشة مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات خاصة على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تقدير بلاده لرئيس السيسي ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار في مصر وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها حاليا مبديا تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وأشهد رئيس الوزراء الهندي بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي فضلا عن جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح ترجمة نانسي قنقر